كان من ضمن المظاهر اللي كانت موجودة فكرة ان المرشح يعمل فيديو يتيه مرشح تاني ان هو بيصرف فلوس او بيدي رشاوة انتخابية او مال سياسي ويطلع ان المرشح اللي عامل الفيديو ده هو ذاته اللي بيدفع فلوس للناس وهو ده اللي بيشتري الاصوات ده كان نموذج شفناه مبارح في اسكندرية في دارة المنتزى لأحد المرشحين او احدى المرشحات اسمها اعتقد ماي محمود كانت نشرت فيديو قالت بتشتكي يعني في الفيديو ده ان فيه ناس منافسين قداما في الدارة بيصرف فلوس بيدفع فلوس للناس وطلعة تشتكي يا شائل علي القدير ان يتم القاء القبض كده على مجموعة من الافراد خمس افراد وهم بيوزعوا فلوس بيوزعوا فلوس والقروض بتاعة المرشحة ماي محمود وهي بتدي فلوس للناس فلوس وكراتين ادي قدام حضراتكم المجموعة اللي هم تبعها في العملية الانتخابية بتاعتها او في الحملة بتاعتها هم كانوا بيوزع الفلوس ادي قدام حضراتكم كده الفلوس اهي موجودة والقروض وتريفينت اللي كانوا بيستخدموها كمال سياسي مع انها هي اللي كانت طالعة بتقول ده انا المرشحين اللي قدامي هم اللي بيصرفه هنسمع كده مع بعض ومع حضراتكم كده واحد من اللي شغالين معاه في الحملة وهو بيعترف وبيحكي القصة كلها اسمي رامي محمد السيد عدو محمد الأستاذة مية محمود عن دائرة المنتزة كان معانا مبلغ مالي 70 ألف ميتة لأستاذة مية محمود كنا موزمان للمواطنين في الشارع أنا وخمس أفراد معايا بالحملة وكان معانا عربية سيزوكي مقابل من كل فردية السلطة الأستاذة مية محمود دي طبعا يعني دي المناوشات وحتى مبارح حفظة بصعدة يعني راجل مسؤول في مسألة المتابعة متابعة الانتخابات كان بيقول أنه ممكن تلاقي مرشح بيعمل فيديو بيتام مرشح منافس ليه أنه هو بيعمل حاجة خارج القانون مع أنه هو اللي بيكون هو اللي ملفق هذا الأمر هو اللي قد يكون بيعمل هذه الممارسة الانتخابية المخالفة للقانون للأسف البعض ممكن يتلقفها من المحطات المعادية أو من الكائنات المعادية ويبتدي يقول لك شوف اللي بيحصل وشوف شراء الأصوات كان ماشي ترجمة نانسي قنقر